اول حاجة استخدم في الفيوز بتاعتي هعمل اول اللي هو عايز استخدمه في الصفحة في الهيدر في الهيدر بتاعتي فانا هعمل نيو فايل كليك اعمل نيو فايل وهسميه هيدر دوت اي جي اس اي جي طبعا هيبقى ده الانجين بتاعنا اللي بنستخدمه في ان احنا نزبط نجمع صفحات العرض بتاعنا الهتش تيميل فانا هقول له اول حاجة دوك تايب اتش تيميل وهعمل له ودي اه اتش تيميل طيب التايتل عندنا التايتل طبعا ده الهيدر ده انا بقى تخافي صفحة مش اقفل هتش تيميل حتى يعني�تش تيميل مش اقفلها لان يعيان ده هيبقى جزق عايزا اعمل في اول الصفحة وبعدين هجمعوه مع بقى الصفحات التانية يعني عايز الهيدر ده باقي جاه بوجيه professora ثابت وكل شوية باقي ب Ath taken cat by acting summer وكل شوية باقي باقي بستخدمه فبقى الهيدر عندي عملته منر واحدة وكل شوية باقي بستخدمه فمش هقفل الحل لكن التايتل بالنسبة لي في آزمة لان كل شوية بتغير كل شوية الهيدر dه ده ممكن نقول ان ده يتغير من السيرفر سايد يعني لما النود يبدأ يران عملها ازاي اوما اعمل كده هوم ومقال بيساوي تايتل بقى معناها ايه كده بقى معناها ان الحتة دي هتتغير بشكل ديناميك السيرفر هو اللي هيغيرها هيبقى وانا بساهم صفحة الهيدرد اي جي اس ديت هيبقى التايتل ده بيبعت لما يبعت بتتشل حتة المعلم عليها دي كلها وبيحط مكانها الفاريبل اللي ابعته يعني اي صفحة دي تقوم مثلا صفحة الاد هتبعتeni بدري تهتب فيها الاد بيتش كله يبقى التايتل بتاع الصفحه دي هتتشال لحتة المعلم عليها واتحطت التايتل ادبيج انا في صفحة Ear Ladies يبقى الحتة المعلمها تتشال وتحطته صفحة هكذا كده Observatoryire me to add page بتاعي يعني هنادي على انا وفايل خد بالك بقى انا جوه الهيدر جي اس بتاعي خلاص والمفترض ان انا الصفحات اللي هتناديني هتبقى كلها جوه الفيوز هتبقى كل الصفحات اللي هتبقى شغالة بيه جوه الفيوز فانا عايز اطلع بره خطوة خلاص واخشي جوه مين جوه الاسيتس ومن جوه الاسيتس على طول بدينا اعمل كده نقاطين شرطة اطلع بره و هقول له بعديها اسيتس بعديها سي اس اس بعديها عندك بوت استراب دوت مينيموم دوت سي اس اس ماشي كلام جميل جدا اا واقفل اللين كده كده نقلت على ملف السي اس اس بتاعي طبعا لو ليا ملف خاص برضه هناديع ليه بنفس ايه? بنفس الطريقة او بنفس المسار دوت. يعني طبعا المفترض ان انا اكتب الاول public وبعاكد assets عشان بس الناس اللي بتدور في انها طلعت برا. فالمفترض ان ما اطلع برا. برا الviews. انادي من public وجوا public الاقي assets وده برضو لو انت عملتها مش يبقى فيها مشكلة. لكن المفترض ان انا عايز ازبط دوت في الاعدادات بتاعتي بحيس يبقى شغال ان انا مفهوم ان انا جوا public دايما ان ترام انا بس سبع ملفات اساسية. المهم مش هنختلف في الكلام دوت لكن انا عندي body. وبرضو البادي ده انا مش عايز اقفله لان لسه مفترض ان الصفحة دي جزئية. احنا حطنا في البارشلز. يعني صفحة جزئية لسه هكمل عليها شغل. فالبادي بتاعي كل انا عايز في اعط دفايا. الدفايا ديت هديها class. انها آآ بيتش رابر. عشان هستخدمها في الناب بار بتاعتي. وهعمل هعمل ناف بقى. الناب هديها class. ال class بتاعي عبارة عن ناف بار. وهديه لناب بار آآ دارك. عشان يطلع. لونه غامي. وممكن احدد اللون. وممكن انا اعمل لون حر يعني ممكن ادي له style مثلا. وحدد انا لايه? احد ال background color. color. color بتاعتي. ما عرفش ايه اللي ممكن الالوان تبقى ماشية شغالة معانا. لكن. ماشي. دارك ماجينتا ولا? هاده. ما عرفش يطلع الوحش لو طلع مش كويس. نزبطه ما فيش مشكلة انا. حل. دي النبار بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. الناب بار ديت هديها اول حاجة. الاسبانة. الاسبانة دي هديها class. ال class دوت هيبقى عبارة عن نام بار. عايز اعمله بقى نام بار براند. عشان آآ احطه فيه اللوجو عالشمال والاسم السايت. تمام? آآ وممكن ادي له mp dash zero. ويطلع ايت شوان عشان لما اجيكتب جواها. ماشي. دي الايه ده الاسبانية اللي انا عملتها واللي هحط جواها المفترض جواها يعني هنا. طبعا اه لو انت مش مش عارف اللي انا بعمله دوت او مستيصعبه يبقى انت بوتستراب محتاج تتراجع يعني بوتستراب او تتذكر بوتستراب تاني. وده سهل وناس اكتراج جدا نشرحها. لكن آآ اللينك فاضي. اللينك دوا بقى آآ احط في حاجتين الصورة اللوجو واحط في اسم السايت. فهقول له اللوجو بتحط بحاجة اسمها ايميج. لسه ارسيد تاعتها هيبقى شوان ده وبوبليك. خدوا بالكم انا عايز ابقاشي البوبليك ديت. بعدين. وهنادي على صورة مسلا اسمها اللوجو لوت بي ان جي. طبعا ما تنسوش ان احنا محتاجين نجيب صورة وتحطها في المكان ده. وتبقى اسمها لوجو لوت بي ان جي عشان تتعرض. وممكن اديها عرض بتاعها مثلا آآ ديها خمسة وخمسين والهايت خمسة وخمسين زيه. خمسة وخمسين زيه. ده كده اللي ايميج بتاعتنا. فاضل اسم السايت بتاعنا. ولي هكن هنديلو مسلا ايه? ادارة الايه? ادارة المنتجات. ماشي. كده هو عملنا ايه? عملنا بس العلوان بتاعنا. دي الاسبانية اللي شايلة العلوان بتاعنا. عاوز بس اخيرا بعد الاسبانية دي. عايزة اد بس الزرار اسمه اد اه بروتكت. يبقى على جنب كده. فهعمله على هاساس ان هو لينك. ودي له كلاس. اطلعه بشكل بطن. اه مسلا ادي له فلوت رايت عشان يبقى يروح اه الجنب اليمين. يعني هيبقى عندي كده اللوجو والعنوان. وهيبقى فيه الجنب اليمين تاني خالص. عايزة اد بطن. هدي له بقى الايه البطن. وهدي له button dash outline primary لانه ازرق مثلا. وكدا هو الكلاس بتاعي خلص. واللينك بقى هيبقى مكتوب فيها. add a product. واللينك هيوديني على كين? ما قلتلوش الهايبر ريفرنس. هقول له بتاعتك مثلا سلاش اد عشان تبقى بعد كده دوت هنحطه ان شاء الله في الايه? يعني يعني هيبقى العنوان بتاعنا الاساسي هيبقى الصفحة الرأسية و سلاش اد هيوديني على صفحة الادور. آآ فيما بعدين. طبعا انا مفيش في الطريقة دي ان انا قدر تست اللي انا عملته. لكن انا قدر تست اللي انا عملته بشكل ما? ان انا قدر اخد من الهيدر ده كوبي. هتست بس دلوقتي. يعني خلاص هو ده الصح. بس انا عايزة تست بس هشوف الدنيا فيها ايه? كده الشكل مزبوطة. لا اقف هعمل فايل كده هسميه تست الهيدر وابقى رميه بعدين. وارمي فيه الايه? بس خباك انا حطته فين? حطته مش جوه البرشل. انا حطته جوه البيوز. لان المفترض ان البيوز كلها هتبقى هنا وهو. وهي بتستخدم بس الهيدر لجوه البرشل. فهيبقى العنوان كلها من هنا يعني. وبكده انا اقدر اخش على البيوز كده واجربه حتى كده افتح كده على طول اشوف بس الدنيا قامت ولا? لأ. اا عندي طوعا هنا في مشكلة بروضاكت منجمنت بروضاكت منجمنت اوه في متل ايه? اللون غامق. والبطن ما ظهرش بشكل جيد. ااا نجيب صورة. عايزين نجيب صورة نحطها كلوجو نحطها جوه public. جوه assets جوه images ونسميها لوجو اا ضب انجي. فانا جبت صورة من اي حتة وعمل كمين كده ودلو بيست. نسميها لوجو ضب انجي. دا رجع نعمل ريفريش. ماشي. وبروضاكت منجمنت ما عنداش مشكلة بس اللون بقى بقى قاتم لدربة ان هو يعني طريبا الزراب كمان مش باين. طيب يبقى اللون ده مش حل واللون ده هو اللي احنا حطناه للباكراوند اللي هو الدارك مش عارفي ده. احنا ممكن اسوأ ناخد حاجة بتحها خالص green products بالسجاد عشان لون قريب من طيب انا هكتب لون بأداية اختار لون وليكن مثلا ادي له e6 e3 مثلا لون نشوف كده شكله ماشي شغال يعني اللون معقول شوية product ما زبضتش الاداء y تعالى نشوف تعالى نشوف دي ما زبطتش الاداء بتاعنا تعالى نشوف كده الinspect ال هل فعلا الملف ده كان مزبوط مفروض تطيع بره وبعا كده public وبعا كده assets لو احنا اطيعنا بره يعني ايه هنا اوه الviews هنا بره الviews public نعم مزبوط بس لا بس class هنا مجاش button اه عشان هنا كلمة button مكتوبة بالشكلوب ماشي ايوه انا كنت حاسية ان الدنيا مش مزبوطة لك ان هو كده مزبوط الدنيا اي ما هي وهدي الزرار بتاع button بتاعنا لما ندوس عليه طبعا ونحرود يروح بس طبعا بس فده كده بك منظر بس اللي احنا عملنا بس الهيدر عملنا اللوجو وعملنا اسم البتاع هو دي الايه؟ هو دي الزرار اللي احنا هنخليه يبدأ يضيف لنا المنتجات لكن طبعا احنا اللي حتة طبعا اللي احنا ما زبطتش معنا دي احنا بنعمل تست نرجح بقى في الهيدر الاصل بتاعنا يعني نرجحها هنا ونفس الوقت عدلنا ايه تاني في التست بتاعنا عدلنا كمان في التست اللون صح ولا نزبوطه برضو هنا اللون عشان تبقى الدنيا ماشية معنا مزبوط مش فاكرة ان اخدت ايه بس ايه اخدت كده اه مزبوط بس الحتتين عدلناها وزبطناهم في الايه في الرئيسي بتاعه في اللي هو الهيدر ده اي جي اس ونقدر دلوقتين نرمي التست الهيدر ده خلاص مش محتاجينه احنا كنا بس من تست بي الشكل بتاع الهيدر هيطلع ازاي